تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بخالص التهنية للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثالثة والعشرين من يوليو المجيدة وقال الرئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن ثورة الثالثة والعشرين من يوليو ستظل محفورة في عقل ووجدان الشعب المصري لما حققته من إنجازات وأهداف نبيلة من إرساء للعدالة والمساواة والحرية والحفاظ على مقدرات الوطن